قال قل اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضيعك اللهم فاطر استموات اسأل الله لمن حفظ هذا الدعاء النبوي وعمل به من هذه الليلة ان يقيه الله شر نفسه وشرور نفسه وشر الشيطان وشر الشركة وان يقيه شر الدنيا والاخرة قلوا امين ومن قال امين ولو عبر الشريط ولو عبر التسجيل اسأل الله لمن سجل ووزع الشريط ووزع الخير وبلغ الخير ان ينظر الله وجهه وان يجري ثوابه كما اجرى انفاته فان الدال على الخير كفاعله وفاعله من اهل الجنة باذن الله ومشيعته قل اذا اصبحت يا اخواني هذا اهم من الغداء والعشاء والافطار قل اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضيعك وتروا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياتي عند النوم يخدر العبد من اجل ينام ولا يقول هذا الذكر فانتبهوا لا يخدركم بمخدره ولا يوسوس لكم بوساوسه واجلسه في راشق وقل هذا الذكر ولا تنم الا عليه قل اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضيعك اللهم فاطر السماوات والارض الله اكبر الله اكبر اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاد رب كل شيء ومليكا الله اكبر اعوذ بك اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه وان اقترف على نفسي سوءا وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم وان اقترف او اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم هذا الدعاء النبوي من قاله أجاره الله من شر نفس كفاه الله من نفسه وأجاره الله من كيد الشيطان ولم يصب ولم يقع في الشرك ولا في شرك المعاصي ومات بخير وعاش بخير ومات بخير فانتبهوا لهذا الذكر اللهم فاطر السموات والأرض وشوفوا عظمة الذكر عظمة الدعاء فاطر السموات يا إخواني الأنفس هذه إذا ذكت أصبحت فوق السموات تصبح أكبر من السماء